بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا كل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وحضرتكم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين كنا اليوم في صبيحة هذا اليوم في الحقيقة كنا في مؤتمر كبير جدا يعني هو هذا المؤتمر خاص بإقامة نوع من الحوار بين الأطياف وبين المواطنين في بورما والحقيقة إنه دا كان برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وهذا الحوار اللي المفترض يعني تأخرت خطاه الحقيقة بالنسبة له شعب يعني بورما وإنه بعد يعني أو يعني ظروف كثيرة جدا دامية يمكن إحنا بس حابنا نجيب لحضراتكم الخريطة عشان نعرف بس فين هذه البلد اللي هي ميانمار اللي هي بورما اللي حدودها الصين والهند ولاوس وتايلند والحقيقة هذه البلد فيها أقلية مسلمة هذه الأقلية المسلمة بتعاني الحقيقة من اضطهاد كبير وشديد جدا كان في مجازر الحقيقة بالتم والاضطهاد وتعذيب وتنكيل وتجويع وأشياء يعني الحقيقة هي ضد كل المعاني والمبادئ الإنسانية السامية والرفيعة وبالتالي كان لابد من إحداث نوع من الحراك الحقيقة هذه الخطوة الجميلة والجريئة من مجلس حكماء المسلمين اللي بيرأسه فضيلة الإيمان الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أخذوا هذه الخطوة بعقد هذا الحوار بين الشباب اللي بيمثلوا هذه الأطياف اللي موجودة من البودية والهندوسية وما بين المسلمين كذلك والمسيحيين لأنه ده مكون ذلك الشعب في بورما إلا أن الحقيقة الأغلبية هي للبوذيين والمسلمين كانوا عايشين لفترات طويلة جدا مع البوذيين في سلام وأمن وأمان ومع باقي الأطياف من الهندوس والمسيحيين لغاية لما جيه الاستعمار البريطاني وبدأت يعني وطأت هذا الاستعمار تبان في حتة يعني الزج بالخلافات والزج بنوع من إحداث القلاقل والاضطرابات بين أطياف هذا المجتمع فأدى إلى المجازر اللي هي ما زالت إلى وقتنا الحاضر وهذا الاضطهاد الشديد لهذه الأقلية المسلمة في بورما والحقيقة إنه الإسلام دخل المنطقة دي وريد نشوف الخريطة مرة تانية تيجي عشان نشوف إزاي برضو المنطقة دي دخل إليها الإسلام منطقة اللي دخل إليها هذه الإسلام عن طريق التجارة وعن طريق الفتح الإسلامي وعن طريق التطار اللي دخلوا في هذه المنطقة كذلك والحقيقة إن المسلمين عاشوا في أمن وأمان لفترات طويلة جدا مع بعضهم البعض حكموا لفترة وغيرهم حكم من البوذيين حتى لما كان البوذيين بيحكم هذه البلاد عاشوا في أمن وأمان مع المسلمين بل استأمنوا المسلمين على كتير من أسرار الدولة فعينوهم في وظائف كتير جدا دقيقة زي الحراسة وزي الخزانة العامة يمسكوا هذه المناصب العرب كانوا في هذه المرحلة يعني كانوا مشتهرين بالإبحار وبالملاحة الجيدة وبالتالي كليهم مكانهم وكليهم وضعهم ووثق فيهم البوذيون نظرا للأمانة الشديدة اللي كان بيتمتع بيها المسلمين وعاشت هذه المنطقة أمان وأمن لفترات طويلة جدا لكن من بعد أن دخل الاستعمار البريطاني هذه المنطقة وبدأ بسياسته المعروفة فرق تسود وبدأت بعد ذلك سياسة الانقلاب الشديد ضد المسلمين لأنه طبعا اللي قام بيه يعني أنه يقف قدام الاستعمار البريطاني بصورة قوية جدا كان الحقيقة المسلمين قاموا بهذا الدور الشديد في ضراوة ضد الاستعمار البريطاني فما كان من المستعمر إلا أنه بدأ يزوج بروح الخلاف والاختلاف وشحن الطواف ضد المسلمين من البوذيين ومن غيرهم ومن ساعتها إلى وقتنا الحاضر مجازر ترتكب تجويع تحريق إبادة لدرجة أنه في سنة من السنين يعني فيه تعمد لاستقصاء المسلمين بل الإنهاء على المسلمين في هذه المنطقة أنه هجروا مثلا 200 أسرة كاملة إلى بعض الجزر اللي بينهم بعض الحدود البلدان اللي قريبة منهم والجزر دي كانت خالية من أي عمران وبالتالي دول لما راحوا انتشر بينهم الأمراض وما كانش فيه أكل وشرب الناس دي ماتت كلها ده غير بقى أشياء أخرى كثيرة جدا وما زال هذا الحقيقة الجرح يعني ما زال ينزف فكانت خطوة طيبة جدا من مجلس حكماء المسلمين أنه يعقد مثل هذا الحوار في هذا الوقت للوقوف على أسباب الخلاف وإقامة نوع من الحوار بين هذه بين ممثلي هؤلاء الطوائف من البوذيين من المسلمين من المسيحيين من الهندوس والحقيقة المشكلة الأكبر كانت فيه الأقلية المسلمة الاضطهاد الشديد الذي تعانيه الأقلية المسلمة في بورما وكان هذا الحوار في نظري أو إقامة مثل هذا الحوار وتحت رعاية شيخ الأزهر ده يعني لفتة مهمة جدا أنه لابد الحكومات المسلمة تبتدي تلتفت إلى هذه الأقلية التي ضاع حقها على مدار سنين كثيرة جدا وأن هذه الأقلية لا تعامل على أنها مواطنين مثلهم مثل باقي المواطنين الموجودين في هذه البلد وبالتالي ده يعني يملي نوع من الدوء من الأدوار المهمة اللي لابد نقوم بها كحكومات مسلمة بضرورة إغاثة مديد العون إلى هؤلاء المسلمين الأقلية المسلمة اللي موجودة في بورما والتي تعاني الكثير والكثير من إحنا يبقى فيه حراك من نوع أو من آخر يبدأ بالحوار يبدأ بنوع من مديد العون الضغط على مثل هذه الحكومات بأن هؤلاء مواطنين لهم مثل ما لباقي المواطنين من الحقوق الرعاية الصحية والتعليم والعناية عدم للطهاد هذا التعذيب والتنكيل والمجازر اللي بترتكب الحقيقة في بورما فهي خطوة الحقيقة مهمة جدا وتلفت الانتباه إلى ضرورة أن نكون أو نتمثل لقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن إحنا نكون كالجسد الواحد وقيمة الإنسان مع أخيه الإنسان في التعايش حتى لو أنا مختلف مع الآخر في اللون في العرق في الجنس في الفكر في الدين سواء إحنا كنا أصحاب أديان سماوية مختلفة أو سواء كنا أصحاب أديان سماوية وهناك البعض يمارس بعض الفلسفات الأرضية هو معتقد فيها لكم دينكم وليا دين هذا مبدأ قرآني وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس أجمعين من ذكر وأنثى وأكد على قضية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن الذي له القول الفصل والنهائي في هذه المسألة هو الله سبحانه وتعالى ليس للبشر في ذلك شيئا إلا أن يحترم الإنسان وأخيه الإنسان فكل بقى أصحاب المنظمات اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان واللي مجازر بترتكب حقوق بتنتهك لا توجد كرامة للإنسان المسلم في بورما فمثل هذا الحوار بين هذه الطوائف بيدي بس إنذار مهم جدا إلى أنه لابد من رعاية هذه الأقلية وإعطائها حقوقها وبالتالي يملد مجموعة من الأدوار المهمة في الحقيقة على حكوماتنا المسلمة بضرورة التحدث إلى هذه الحكومة حكومة بورما وبالذات أنهما قبلوا هذه الحوارات بل هما اللي سعوا إليها في نظر إلى أن المجتمع كده أو البلد لن تعيش ولن تهنأ في سلام ولا أمن ولا أمان إلا لما يتوافق الناس فيما بينهم ويبقى فيه نوع من التوافق فيما بين الناس والتعايش على مبادئ السلم والسلام والأمن والأمان وما فيش مجتمع يعني حينطلق إلى رحابة صناعة حضارة أو قيام البلد بجميع أنواع العمران المنشود وفي مثل هذه الأمور والاضطهادات اللي حتطلع أجيال متراكم في نفسها أشياء وأشياء كثيرة جدا وبالتالي حنولد أجيال يعني مشبعة بالقتل وبالزبح وبالتجويع وبالاضطهاد يعني الحقيقة مجتمع يعاني وهذه الأقلية بتعاني كثيرا لكن خطوة طيبة جدا تحرك هذا الماء الراكد وبنشكر لفضيلة الإمام هذه الخطوة الحقيقة وبنشكر كل القائمين اللي كانوا عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطأ الجميع احنا بنشارك الحمد لله أنا شرفت بالمشاركة في هذا المؤتمر النهاردة هو على مدار النهاردة وبكرة لكن الحقيقة يعني بنشارك الحمد لله في مؤتمرات كتيرة لكن مش كل المؤتمرات اللي يعني بنحب نتكلم مع حضراتكم فيها إلا مثل هذه القضايا اللي ربما يمكن بعض المسلمين أو بعض الناس ما يعرفوش حاجة عن هذه البلد فحبينا بس ندي يعني كده نبدأ يسيرا نتكلم فيها حوالين هذه البلد وما يعاني فيها المسلمون هناك من هذا الاضطهاد الشديد وهذه الخطوة الطيبة التي نأمل أن احنا بقى نبتدي نشوف صداها على المدى القريب وعلى المدى البعيد بإحداث نوع من الهدوء وإنه تلتفت الحكومات إلى ضرورة الوقوف مع هذه الأقليات وكذلك منظمات حقوق الإنسان اللي بيتشدقوا بهذه الكلمات ليلة نهار في غض طرف تام عما يحدث في هذه البلد من اضطهاد للأقليات المسلمة هناك من تعذيب وتنكيل وأشياء أخرى كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة هنبتدي بقى نرجع لأسئلة حضراتكم معانا وأنا عارفة إن الأسئلة يعني كتيرة معانا حاضر أستاذ يشان بيقولين لازم نطلع الفاصل عشان حاضر معانا بقى مجموعة من الأسئلة طيب هننوه على الموضوعات عشان بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم فيها أخت فاضلة حصلت ليها مشكلة على الأستاذة وفاء في الأحبال الصوتية وإنها عندها التهاب شديد جدا بيمنعها من قراءة القرآن يعني هي ما بتقومش بالقراءة خالص أثناء الصلاة فبتقول الصلاة على هذه الحال تجوز يعني هي صمتة ولا حتى تحرك الشفاء وتقرى القرآن في داخلها في نفسها تجري القرآن على قلبها ولا تتلفز به هل الصلاة على هذه الحال جائزة ولا لا هنشوف ده إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام وحفظنا وحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد هناخد بس التليفون وهنبتدي نجاوب على سؤال اللي قلناه لحضراتكم قبل الفاصل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين قلت أنا وحضرتك يا رب وحضرتك بألف خير يا رب يا ربنا يجزيك كل خير يا رب اللهم آمين 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 يا استشارة يعني وأنا محتاجة مشورتك أنا بالمعيش وربنا يخلي عندي ثلاث أولاد بنتي الوسطانية دكتورة آمين ويدي تقدم لها ناس كتير جدا من يوم ما تخرجت يعني بقى الأحسن داخل خمس ست سنين وبتقدم لها ناس وبيمشوا ومن غير ما بيرجعوا فجات لعلي لحظ الضعف أنا أساسا يعني التربية والتعليم وإنسان متعلم الحمد لله رب العالمين يعني وجات لي لحظ الضعف إن أنا لجأت للمشايخ وقالوا عمل أعمل لها ومش عمل لها نفسي أسأل حضرتك سؤال في أتشرف بإسم حضرتك بس نعم أتشرف بإسم حضرتك أم أحمد أم أحمد يام أحمد لما روحتي للناس دي حد منهم قال لحضرتك لأ روحي بنتك ما فيهاش حاجة لأ أمو مش قالولي معمول لها بوقف يعني أنا أقصد إنه مفيش حد حضرتك روحتي له قالك لأ هي مش معمول لها حاجة كلهم بيقولوا لحضرتك هي معمولة أه وجي برجة إن أنا طبعا يا رفض الطريقة اللي أنا بعملها ديت خالص وبتزعل مني وبتقعد فترة كده ما بتكلمنيش فبترض إن أنا مثلا أستأذن شيخ مثلا يجي لنا البيت هنا يقعد يرقيها وبتاعه وحضرتك بتسمعي اللي بيقوله أه بقعد معاها ما نازم أقعد معاها لا بتسمعي بيقول إيه آه آه يعني آيات كرآنية أدعية كده يعني هي المأسورة اللي إحنا برضو بنقولها وبنرددها يعني والآيات اللي هي الكرآنية سورة آية الكرسي المعاوزتين الحاجات اللي حاجتك عالتها إذا شك في شيء أنا أعمل الكلام ده لأن الناس يختلت يختلت يا سيد محمد الصالح بالطالح ولا ما بقاش أنا فاهمة ده بيقول إيه ولا بيعزم يعمل إيه يعني ما مش كل الناس الناس دي إحنا بنجيبها كده بالصيط يعني وما نعرفش الناس دي حقائقها إيه بالزبط فأنا ما أنا أقوم الإنسان يقوم برقية نفسه نعم ورد إنه بعض الصالحين كانوا يقومون بمسألة الرقية لكن يعني إحنا بقى الصالحين اللي نتأكد من صلاحهم حد كده من أئمتنا الكبار إنما من الناس لما نعرفهاش دي وبعدين هل يعقل أنا دا دايما الشيء اللي أنا بقوله هل يعقل إن إحنا يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يجعلنا كده يعني في رقبة يجي واحد آخر يتحكم فيه مش ممكن وبالتالي لما نزلت المعاوذات الثلاث عشان الإنسان يلتزم بقراءة المعاوذات الثلاث يقرأ قل هو الله أحد قل أعود برب الفلق قل أعود برب الناس ثم يقرأ ما شاء من القرآن خذ من القرآن ما شئت لما شئت أنا أقوم أتوضى وأحسن لضوء وأتوجه إلى الله بصلاة ركعتين أسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخر ثم أدعو الله بما أشاء من بقى أبتدي أقرأ من سورة الفاتحة بداية البقرة الآية 102 في سورة البقرة الآية الكرسي في سورة البقرة خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وأخذ بقى أخذ ياسين أخذ العشرة آيات الأولى من سورة الصفات أخذ من القرآن ما أشاء بالذات الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام والصور المباركات للنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى التعوذ بهن قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لأن احنا مش واسقين الناس دي بتقرأ إيه وليه أنا أحط نفسي يعني تحت رحمة إنسان آخر أنا مش عارفة أبعاده إيه ممكن بيقرأ قدامي بعض الآيات وممكن في النص بيعزم ولا بيعمل حاجة احنا مش فاهمين بيعمل إيه يزيد الموضوع سوءا واضطرابا وتخييلا عند البعض والإنسان لما بيدخل المطاف ده أو الطريق ده هو طريق معوج مضطرب والإنسان خطواته فيه مش متزنة وبالتالي هو بينزلق من سيء لأسوأ مش حينتهي لنور أبدا النور في كتاب الله هو حبل الله المتيل لو أنا اللي أقوم برقية نفسي ولو عندي ماء زمزم أقرأ عليه وأشربه ولو أنا عايزة أقوم أنا بنفسي والإنسان لو لي ورد يومي من القرآن لن يصيب الإنسان شيء الإنسان مواظب على طاعاته لله يقوم بحقوق الله ويقوم بحقوق العباد لا يخاف شيئا إلا الله سبحانه وتعالى ولكن إحنا يبقى هذا التركيز إصبوري عليها وتمتعيف بصحبة بنتك إلى إنه يأتيها الشخص المناسب لها وبلاش نتعجل بلاش فكرة قصة كل واحد ييجي يروح ما يرجعش ما نقول الحمد لله بدل ما ييجوا يتجوزوا وبعدين نبص نلاقي المشكلات اللي بنسمع عنها وبنلاقي الاضطرابات الأسرية نظرا إن الأم تقول قصة أخرت في الجواز فأي حد ييجي تجوزهوله على طول وما بنيديش نفسنا وقت في الدراسة ومنيديش نفسنا وقت في إنه هي كمان البنت تدرس تشوف ده هل يصلح لها ولا لا يصلح لها أمور كتيرة جدا لازم إن إحنا يعني نروعيها سيدة محمد ما تخفيش عليها وبكرة هتتجوز وتدخل عليك بالولاد ولا محتاج أروح للشيخ وأنا ببداي حتى لما بتقولوا تلقبوا هؤلاء بمشايخ العلماء لا يصنعون مثل هذه التصرفات يا أخت المحمد أصبري كده ولو أنت عايزة ادعيلها دايما الإنسان يستقبل الحوادث حتى ما يحيى فيه الإنسان وعنده نوع من الخوف الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى واللي بيفتح له باب الدعاء ده تفتح له أبواب الرحمة من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا علمنا كل خير وعلمنا كل بركة وعلمنا كل يعني باب سليم يطرقه الإنسان فيجد فيه الخير كل الخير بلاش إحنا بقى نروح للأبواب المنحرفة وللأفكار والأوهام اللي تلاغوش كده اللي تسيء اللي تعمل نوع من الضباب نوع من عدم وضوح الرؤية في قلب الإنسان المؤمن نظرا لأنه استبدل باليقين والحق هذه الأشياء اللي إحنا يعني ما أنزل الله بها من سلطان لا أتكلم عن الناس اللي بتقوم بمسألة الرقية لكن أنا مش مع هذا الفريق أنا مع إنه الإنسان يقوم فيرقي نفسه سلام عليكم ورحمة الله فضل يا أم محمد سلام عليكم يا أم محمد فين أستاذ هشام أم محمد طب حاولي يكلمينا مرة تانية نرجع كده للسؤال اللي كان معانا لأختنا الفاضلة الأستاذة وفاق بنقولها شفاكي الله وعفاكي وبتقول إن هي مصابة بضعفة في الأحبال الصوتية والتهاب مزمن في الحنجرة وقد وصف لي الأطباء بأن علاج راحة الصوت أي التقليل من الكلام مما اضطرني إلى أن أسكت ساعات طويلة حتى لا أحس بيئة تعب والألم في حنجرتي وأحيانا من شدة الألم أسكت بالأيام وأحيانا بالشهور مما اضطرني إلى أن أصلي وأقرأ القرآن بدون صوت وكأني أقرأ بالزهن يعني هي بتجري القرآن على قلبها بالخاطر بالزهن في نفسها دون أن تحرك اللسان والشفاة ولا أحرك شفاة ولا اللسان فهل تصح صلاتي وهل يقبل الله دعائي طبعا لا ريب أختنا الفاضلة أن الصلاة على هذه الصفة لحضرتك بتذكريها بدون التلفز وتحريك اللسان والشفاة بتبطل لأن القرآن دي مخارج في مخرج للحرف مش لازم فيه أن أنا هستعمل في الحالة بتاعت حضرتك أن أنا هستعمل للحنجرة لكن أضع في الإيمان تحريك الشفاة مع اللسان النطق بالحرف بدون ما تسمعي نفسك طبعا إحنا عندنا رأيين وإنت كده اللي بقولك عليه ده هتخذي برأيي الإمام مالك في هذه المسألة إحنا عندنا أنه جمهور الفقهاء على أنه لابد أن الإنسان أثناء القراءة يسمع نفسه فوأنا عمال أقرأ وأدي ركن القراءة أثناء الصلاة أنا أسمع نفسي أنا أسمع نفسي القراءة ده رأيي الجمهور طيب الإمام مالك قال مش مشكلة يسمع نفسه المهم أنه يحرك اللسان والشفاة بمخارج الحروف حتى لو لم أسمع نفسي يعني مش هستعمل الحنجرة فقط أحرك اللسان مع الشفاة لنطق الحروف حتى ولو لم أسمع نفسي ده رأيي الإمام مالك وده كذلك اختار هذا الرأي الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يبقى أنت هتخذي برأيي الإمام مالك تحركي اللسان واللسان ومع الشفاة دون استعمال الحنجرة بس عشان تصحي الإنسان تصحي الصلاة بتاعت حضرتك وإنت في الحال ده مش هتستعملي الحنجرة مجرد تحريك اللسان مع الشفاة إنه الحروف مش هتطلع غير كده قدر المستطاع لكن مش لازم تجيب الحروف اللي هي فيها حتجهت حضرتك حرج فقط تحركي الشفاة مع اللسان لظهور مسألة الحرف إحنا قلنا ما زاد عن ذلك ده في خلاف بين الفقهاء تسمع نفسها الإراية ولا ما تسمعش نفسها الإراية الجمهور قالك لا لابد من إسماع النفس القراء والإمام مالك قال لا مهم منحرك بس اللسان مع الشفاة عشان نطق الأحرف ومخارج الحروف واتبع وكان على ذلك الرأي كذلك الإمام المتينة فحضرتك تاخذي برأي الإمام مالك عشان تصحي الصلاة بتاعتنا وإنت مع تحريك الشفاة واللسان فقط فاتقوا الله ما استطعتم يا ست وفاء ونسأل الله لك الشفاة والعافي معنا سلام عليكم أستاذة مونة أيها سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل سلام حضرتك طيبة يا دكتورة وإنت طيبة يا ست مونة الله يخليكي بص حضرتك سريعة كده أنا كنت أساسا أرماله ومعي ابني متوفي فبعد إذن حضرتك كان زوجي لأنا تجوزت ودوك قال لي كان متجوز وطلق مراته فأنا ما خدتهش وهو متجوز تمام؟ ومعها بنتي منها وأنا معي ولد من زوجي اللي توفى وقبل حضرتك فهو تجوز ورجع لها بعد حوالي أربع سنين من جوزي مني أنا قلت له أن أنا ما بأخدكش من حد ولا بجوزك من حد وكده وغضبها بالحضرتك المهم نرجع لها عشان فيه تصلة معاها فأي عايز رضاه قلت له هي دي مش بتاعي تعيشة أساسا وعايزة فلوسك بس وبعد كده بالفعل راح متجوزها ومعه ده الشهر إلا يومين أو شهر إلا تلات أيام بالفعل طبعا هي خلطت الفلوس اللي معاها وعايزة ترجع له تاني وغضبها بالحضرتك يعني حضرتك هي رجعت له فترة الفترة دي حضرتك شايفة من وجهة نظر إنها خلصت الفلوس اللي معاه وعايزة تطلقه وعايزة ترجع له تاني عايزة ترجع له هو كم طلق كده يعني هو طلقها مرة قبل كده وبعدين طلقها مرة تانية وبعدين طلقها مرة تانية وبعدين يا ست مونة بعد كده فعايزة تحديده ما السؤال بقى تحديده؟ السؤال تحديده؟ إنه هو عايزة ترجع له وأنا مش عايزة أكمل معاه طب بنتي شايفة يمكن بيرجع لها عشان البنت البنت طيب أي حجته البنت هو مش حجته ممكن تكون دي حقيقة والتي عارفة الولاد برضو إزاي إن أنا ربي طفلي معايا وده ابني واعتبرته ابني عشان كان ابني من صغية وإزاي إن أنا ما ربيش بنتي بس هي مش بتاعي تعيشة وبتصير خناقات ومشاكل أنا رأيي يا مونة أنا رأيي إن إحنا ما ندخلش نفسنا ما بينهم وحرين مع بعض ولا تقولي له طلقها ولا تقولي له تجوزها ولا تقولي له حاجة هو حر في قراره يعني عشان أنا ما بقاش بسعى للفرقة لأن هو طبعا قضيت إنها رح تتجوزت واحد تاني عشان تحلول دي قصة تانية الوحدة وممكن عملنا حلقة كاملة في زواج التحليل وقلنا الأخطاء الكبيرة والجسيمة اللي بترتكب باسم زواج التحليل وإن إحنا كده يعني كأننا نغتال هذا الشرع الحنيف في معانيه ومبادئه السامية وبالتالي إحنا بندخل في سكك معوجة ليست هذه طرق أهل الله وليست هذه طرق أهل الإيمان وليست هذه هي طرق الصحيحة إن المفترض الإنسان المسلم إذا حصله نوع من الاضطرار للدخول إليها إنه يلجأ إليها فلكن أنا الصورة بالنسبة لي دايما نقول للزوجة اللي تزوجت الزوج وكانت له زوجة قبل كده أقول لها حتى لو مطلاء عميلي حسابك إنه ربما يعود إليها قد يعود إليها لمشاعر قديمة قد يعود لإنها أول زوجة قد يعود إليها بسبب الأطفال قد يعود إليها بمجموع الأمرين لمشاعره تجاه الزوجة وليه الأولاد فكل دي أمور قائمة والاحتمالات دي كلها موجودة أنا بقى ما دخلش نفسي مهم أنه يوفر ليك سكنك ما فقط تاعتك والله عايز يرجع لها عشان الإبن عايز يرجع لها عشان أكتر من كده أقل من كده ما ندخلش نفسنا لكن لا نمنع ذلك لإنه زي ما إنتي يعني يعني اخترتي إنك إنتي تكون زوجة لرجل كان سبق له الزواج وهو اختار أن يتزوج من امرأة كان سبق لها الزواج وزوجها متوفة طبيعي إنه مثل هذه الأمور ممكن بتحصل يا مونة فأنا مش عايزاك يعني تحلي حبل الزواج ده وتنقضي هذا الميصاق العظيم عشان هو عايز يرجع هو حر هيبقى لهم حدود الاضطرابات دي اللي هما مش مستقرين فيها لازم لها في يوم حيبقى فيه حد لي فأنا لا أنقض هذا الزواج أبدا يا مونة وخليكي أنت كده دايما يعني الأكثر عقلا والأكثر حكمة ربما هو مضطر لأجل البنت اللي ما بينه سلام علي طيب حنرجع ليه أسئلة السادة المشاهدين اللي كانت على الصفحة أخت فاضلة مختصر للي قالته أستاذ أمل إنها يعني من 2015 ليهم ميراث إلى وقتنا الحاضر وهم مش عارفين ياخدوا ميراثهم وبتقول يعني الأخوال مش عايزين يعطوهم الميراث وفيه ممطلة وفيه يعني وصوا ناس كتير وناس كتير تدخلوا لكن هم مصممين على هذه القطيع عشان لا يعطوا البنات حقوقهم فهم بيقولوا طب إحنا دوقتي هل ممكن رفع الأمر للقضاء ولا ده يبقى قطيعة الرحم لا إذا فشلت كل الوسائل اللي من شأنها تحدث الإصلاح إذا فشلت كل الوسائل اللي من شأنها تعمل نوع من إن إحنا على الأقل الناس تتراضى فيما بينها يبقى الإنسان عنده إيه بعد كده يتجه إلى سلطان ولي الأمر ولي الأمر المتمثل في الجهة المسؤولة عن فض المنازعات اللي في مثل هذه الأحوال فبرفع الأمر للقضاء لا نأمل ذلك لكن المسألة من 2015 إلى الآن وكل مساعي الإصلاح وإحداث نوع من التراضي فيما بين الناس لا تجدي ولا تؤتي ثمرها فإحنا هنضطر في الحالة دي نرفع الأمر للقضاء يبقى إحنا كده مضطرين بعد استنفاذ كل الوسائل يا أمل والإنسان عليه أن يطالب بحقه وبدون غلطه وبدون ما إن إحنا نخطئ في أي إنسان إحنا ما نسعى إليه أن الإنسان يأخذ هذا الحق الذي له لا أكثر ولا أقل سلام عليكم أستاذة نوها أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زي حضرتك دكتورة ناتية أهلا بيك ستة نوها تفضل يا فاني كنت عايزة أقول حضرتك أن أنا بنتي اتخطبت آآ وآا ان هو مش مقاهل عالي وتحك علينا يعني وتقدمها لانه معاش هادة عالية فجأنا ان هو مش مقاهل عالي فاحنا بصراحة موقفنا الموضوع وزعلنا كله انه هو مكانش صريح معينا طبعا من البداية هل احنا تجنينا عليه يعني لا ما تجنتوش هو اللي تجنى على نفسه لما يبتدي الامر كده من اوله بالكد بيبقى مين اللي تجنى هو اللي تجنى على نفسه لانه انا لما اجرؤ كده وادخل على الناس وادخل بيوت الناس اقول له منا فلان الفلاني ابن الناس الفلانيين ومنا في مكان الفلانيين يمكن لو دخل وقال والله ده انا مؤهلي يمكن كنت رضيته وقابلته المسألة مش المؤهلات وانك طبعا التكافؤ في الناحية العلمية مطلوب يعشان يبقى فيه نوع ما يبقاش فيه عقدة النقص اللي بتكون عند البعض فيه ناس بيبقى عندها نفسها متسعة وبيبقى فرحان بزوجته انها يعني اعلى منه في المستوى التعليمي وبيبقى سعيد بيها لكن دول قلة الاغالبية انه بيبقى فيه مشاعر مضطربة ونظرة المجتمع اللي هي الحقيقة مش نظرة عادلة لكن بتضطر بعض الناس الى انه يبتدي يتصرف تصرفات مش مظبوطة مع زوجته عشان كده بنقول يعني نراعي ان يبقى فيه نوع من التوافق الثقافي والأسري والاجتماعي عشان يبقوا يعرفوا يتعاملوا مع بعض احنا لما بنعمل كده بنقلل حدة الخلافات بين الاثنين يعني بيبقى فيه نوع من التوافق اللي احنا بنتمنى نرجو ان يكون موجودا عشان الاسر فيما بينها يعني او الزوجات والازواج ما يبقاش فيه قلاقل ما يبقاش فيه اضطرابات بينهم فنعمل حدة لمسألة الخلافات فيما بعد دي نظرة بعيدة مش بنبص تحت رجلينة بنبص على المدى البعيد واحد اول ما طرق باب بيتنا بدل ما يكون صادق كذب انا موضوع الكذب انا لو في نفس المكان حوقف الموضوع لما من اولها انت بادئ الامر بالكذب علينا وجرأة جرأة ان الواحد يدخل بيوت الناس ويكذاب مش فكرة انك انت مؤهل متوسط راح تاخد واحدة مؤهل عالي مفيش مانع لو فيه توفق اسري وهو اللي وصله وهو هذا الحد من التعليم التعليم مش مقياس على الزكاء والغباء الحقيقة يعني لكن زكاء الانسان الاجتماعي المستوى الاسري لو هو مستوى الاسري متقارب معاكم لكن الشهادة بتاعته متوسطة وراجل جيه صارحنا من الاول لا مانع يتزوج بنتنا لو احنا شايفين فيه تقارب لكن لما يبتدي الامر بالكذب لا الا الكذب يعني النبي عيسى والسلام عدد اشياء كثيرة ممكن الانسان المؤمن يعني يقع فيها يعني قالك يقع في الزنا ويقع في شرب الخمر ويقع في كذا وكذا عند الكذب لا 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 النبي عيسى والسلام كلامه وشعار واضح بان المؤمن لا يكذب ابدا المسلم لا يكذب ابدا لان تزييف وتضليل الناس ده معنا اني بضيع حق اللي قدامي في انه عايز يعرف المعلومات الكاملة عني لان الامر ده مرتبط بعقد عظيم جدا اسمه الميفاق الغليز عقد الزواج وهو عقد من العقود المعظمة في شريعة الله لان الوصف القرآني لعقد الزواج الحقيقة هو وصف يعني يوحي بهذا المعنى بل يوجه الى ضرورة الحفاظ على عقد الزواج وعا كل الامور المحيطة بامر هذا العقد من ضمنها المصارحة والمكاشفة قبيل العقد نبقى واضحين العلماء تكلموا حتى في الامراض لو انت عندك مرض لو هي عندها مرض حتى يعني شيخي واستاذي فضلتي الشيخ محمد مصطفى دبش عليه رحمة الله كنت اسمعه مرارا وتكرارا الله يرحمه يحسن الي وجازيه عني خيرا كان رضي الله عنه لما كان يجي حدي يستفتي في اي مسألة خاصة بالزوج يقول انا عندي مرض الفلاني انا عندي هي العروسة تقول انا عندي مرض كذا يقول لها كان من شدة الدقة عندي سيدنا الشيخ يقول كان يؤثر في امر الزواج او لا يؤثر تصارحيه لان ربما يكون المرض ده يكون في غير طقته المالية لان الفقهاء اتكلموا بعضهم قالك اذا كان المرض ده بيؤثر في صحة الزواج يصارح لا يؤثر لا تصارح لكن هو رضي الله عنه الله يرحمه يحسن اللي يسيدنا وشيخنا واستاذنا الفاضي الشيخ محمد مصطفى دبش عليه رحمة الله كان يقول لا كل انواع الامراض صغرت ام كبرت لابد من مصارحة كل طرف للتاني بالمرض ده فليه عشان كل واحد يشوف هقدر اكون في خدمة الانسان ده ما تورطنيش في شيء اكون انا مش قده المسألة دراسة وعقل مع جانب عاطفي مش مطلق عاطفة وبالتالي في امر ذلك الخاطب اللي دخل بيتنا يضحك علينا وقولنا انا مؤهل المشكلة انا عندي في كذبه مش المشكلة في المؤهل فانتم لم تظلموه هو الذي ظلم نفسه ولعل ده يكون درس قاسي له حتى لا يعود الى الكذب ويجعل الكذب يعني هو الشعار اللي بيدخل به او هو ما يخفي نفسه خلف ذلك السطار بانه يدلس على الناس ده اسمه تدليس والفقهاء تحدثوا في باب التدليس احاديثة طويلة جدا والتدليس ده باب يتترتب حتى عليه احكام كثيرة جدا في الفقه الاسلامي صيانة لحقوق الاخر فما ينفعش انه يدخل علينا كده واحنا هنديله بنتنا بعد كده بقول لا احنا مش هنصق فيه لهذه الجرأة في هذا الامر اختنا الفاضلة او بلاشي طلبت منقولش اسمها بتقول ان حماتها يعني كانت بتفتر في رمضان اثناء الدورة الشهرية على مدار يعني عمرها كله هي الان خمسة وخمسين سنة يا صاحبة السؤال قبل كده قلنا لحضراتكم يعني حتى لو عندها خمسة وخمسين سنة لكنها قادرة على الصيام قادرة على الصيام تصوم تاخدهم بقى اتنين وخميس كده وتنوي قضاء لان كل ده دين فرقبتها فتنوي قضاء ما افطرته بسبب العذر الشرعي وهو الحيض وتبتدي في القضاء وتستغفر الله سبحانه وتعالى من التراكم ده لان ده دين ودين الله احق بالقضاء فعليها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فعليها ان تبدأ في قضاء هذا الدين الذي تراكم عليها مع التوبة والاستغفار في تراكم الدين ربما هي ما كانتش عرفة ربما كانت عرفة وكسلت احنا نحتاج دائما ابدا الى تجديد التوبة والاستغفار تاخدهم اتنين وخميس يا صاحبة السؤال كان فيه برضو من ضمن الاستاذ رامي بيسأل عن المحاضرات اللي انا بعملها حاضري يا استاذ رامي انا شوية متوقفة عن بعض المحاضرات العامة اللي كنت القيها في بعض الاماكن وان شاء الله في اقرب فرصة هيكون فيها محاضرة بس عشان دي الوقت هذه الفترة ان شاء الله نعلن على الصفحة اقرب موعد لمحاضرة وعادة احنا المحاضرات بنلقيها في جمعية تلوة القرآن الكريم في السيدة زينب فإن شاء الله رضي الله عنها فإن شاء الله بإذن الله وقت ما يتحدد الموعد نعلن عليها إن شاء الله يا أستاذ رامي على الصفحة الرسمية أختنا الفاضلة بتقول إنها في تانية كلية بدون ذكر اسمها مخطوبة والمفروض إنها هتتجوز آخر السنة بس مش عارفة هتعرف تكمل ولا لا دراستها أنا يعني مش فهمة يعني من سؤالك أنت مش هتعرفي تكملي عشان هو قالك ما تكمليش ولا إيه بالزبط ولا عشان أنت تخطبتي يعني أدخل أنا في السلك التعليمي وبعدين أقوم بعد قطع هذا المشوار أوقف التعليم عشان أنا هتجوز أو عشان أنا خطبت لو ليه ابنة ما رضيته ذلك وقال له كملي تعليمك ولازم تقفي على رجلك وتشتغلي كمان ولازم اللي ييجي يتزوج مني أشترط عليه حتى لو أنا مش في دماغي ده أخذ دي حقوقك أشترط أكمل تعليمي ولو في فرصة بالعمل أنا هشتغل لكن إن أنا أبتدي كده الحياة وأقول لا أصلا أنا أنا تخطبت واحتمال أكمل وما أكملش لا ده أنا عايزاك يتكمل إفريدي الخطوبة دي ما أكملتش هتبتدي بعد كده تقعود تفتش في دفاترك تقولي أعمل إيه لا أنا أكمل دراستي وخدي الدراسة طريق طاعة ما تاخدوش الدراسة حتى لو أنا دخل قسم أنا مش عايزاة ولا كلي أنا مش حبيبها الإنسان يخد على إنها إنه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع مش العلم الشرعي فقط أي علم من شأني أن ينفع المجتمع حتى أنا أنتفع بي الإنسان بتتسع المدارك العقلية لديه بكل ما يقرأ كل ما يتثقف كل ما يفتح هذه المدارك الذهنية بمزيد من القراءة زي ما إن أو كما أن المعدة بتتغذى بالطعام العقل يتغذى بالعلم كل علم النافع كل علم ينتفع به الإنسان سواء في العلوم الشرعية أو العلوم الإنسانية في مجموعها وفي عمومها فأنا عايزيك تكملي دراستك ولما ييجي الخاطب الخاطب جدا تقولي له أنا حكم على شريطة أن أنهي دراستي وربما التحقت بعمل إن رغبت في ذلك لكن ما تقوليش الكلام ده طيب حنتلع فاصل نحن نطلع فاصل خلاص حنتلع فاصل إن شاء الله وبعد الفاصل أتواصل مع حضرتكم على خير أدعكم مع خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل مرحبا بحضرتكم من جديد ومعنا على الهاتف أستاذ عبير أطلنا على حضرتك مع زيرتان تفضلي فاني وإنتي طيبة سيت الكل فضالي أنا بالنسبة لها الزوجة تانية أنا بالنسبة لي أنا الزوجة تانية أنا في الأولاني متواصل وتاركلي ولدين أم فأنا اتجوزت واحد تاني فهي أمراته أصلا كانت مريضة أي فأنا هم اتجوزتوا كده بس أنا عادة في مكان وهي في مكان المهم رجحها فعادي بالنسبة لي عادي ما فيش أي حاجة ففي الآخر بابوسك لقيته إيه مش ماشيك ومش وحي انت عرسل ومناء الشرطة والكلام المهمة عادي ومناء الشرطة إيه يعني مش فهه يعني صلوقه مش كويس وكده أنا مع رئي فولين عمم يا ستة يا عبير ولين عمم ولين عمم البعض نرى البعض كزه عشان حرمه نزل إنشهات المهمة كنت ورحت بك أهل أنا بقالي فانا دلوقتي غضبانا فلما حكمت النفأ له حكمت النفأ عهيك لده الوافد يتلقني كويس ويقول لنا عايز أشوفي العيال فبالله مات يتعلق قدر شوفي العال بس تستازم من عمي قبل ما اتصلش البيت رافد يستازم من عمي لا أنا أخدش بيتي في أي لحظة دا ديتي أنا ما طلقت فيه هو طلائك أصلا؟ لا 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 أنت بس قضيت النفأ أيها بس لسه ما حكمت ليه نفأ ولسه ما حدتش نفأ فالمحمد اللي ماكي بقوله يا دكتورة يعني لازم تستازم من عمي فهو رافد أكيد دا طبعا داخل إنه إيه عايز يخش البيت من غير ما يعرف عني دي شوفي العلوي يمشي مش عارف إيه في الكلام هل أدخله؟ وده بيتك ولا بيته؟ لا هو شقة بتاعتي أمان هو مين البيت فعل إيجار؟ بس هو عقش وجايب عقش جديد وكل حاجة ديه مين اللي بيدفع الإيجار؟ ما بيتفعش إيجار لا هو سكن بتاعي دا يفقتي أمان آه وهو فرش وكل حاجة آه أيه بس هو بيتفقن بيدفع مصاريف وكان كويس جدا بس مش عقفة إلا ألب طيب إحنا لازم يعني نحط العقدة في المنشار يا عبير نقول له لازم تستازن عمي يا ستي هاتي عمك البيت هاتي عمك البيت يقعد ويستقبله وخلاصي من المشكمة يعني أنا عشان الولاد اللي معاكي مش عايزين نقعد يعني أنت يعني بالفعل أنت رفع قضية نفق تمام؟ وانت بتقولي دا كان كويس وبتاع فأقول ريدي إحنا في شحناء دلوقتي ما نقعدش بقى نزودها يا ستة عبير نتصرف يبقى فيه سياسة عند الإنسان أتنازل شوية أو يخلي عمك يبقى موجود يستقبله معاك ويسلم عليه وبتاع لعل ربنا يحدث في الأمور أمور هو ما تتنازليش عن قضيتك طالما أنت شايفة أنه قصر في ذلك الأمر اتراضيته اتراضه برضو بشكل قانوني عشان ما يبقاش فيه تضيع للحقوق لكن طالما أنت ما زلت على عصمته وانت رفع قضية نفقة ما أنتش رفع قضية طلاق وإذا كنت أنت عايزاي يعني وهو يعني ييجي ويكبر الكبير اللي هو عمك وهو بقى دماغه قفلت على الموضوع ده أنا كمان دماغي ما تقفلش ونتصرف أقوم عملا إيه أخلي عمي ييجي وعمك مش عنده وعندك أنت ده بيتك مش بيته هو وانت يعني موفرة السكن لهذا الزوج فنعدي المشكلة ونعدي بر الأمان وبعد كده نعمل اللي احنا عايزين ده وجهة نظر يا عبير عشان الولاد عشان الولاد عشان الولاد والستات في المجتمع بتاعنا الحقيقة بتبقى شايلة فوق طائطها لما تبقى هي الراجل والست في وقت واحد وقصد بكده تتحمل مسئوليات الحياة وأعباء الأطفال اللي أنا شايفهم صغنانين دلوقتي وكل ويشرب ويعمل وعملات دي في أوامر حييجي وقت مش الأوامر دي مش بتمشي حيبقى محتاجين حزم الوالد واحدة تيجي تقول الله وتنمى فيه أرامل وفيه مطلقات يعني هم ظروفهم كده لو أنا في إيدي أوفر لأولادي ظروف أفضل ليه لا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الرعية مش تربية أو الرعاية مش تربية وفلوس فقط الرعاية كدلك توفير ما أستطيع أن أوفره لأولادي من الظروف النفسية والاجتماعية والأدبية والثقافية والمالية اللي تريحهم ما لهمش زم لا روح لعمي الأول لا هو يقولك لا ما روحش لعمي الأول ما تجيبي عمك البيت وعدوا المشكلة دي مش عايزين نقف في مشاكل وانتي اللي رفع قضية انتي اللي رفع قضية النفأ لا ده هو عمل كده عشان القضية وانتي بتقولي أنه قبل كده كان كويس إن الإنسان من الأغيار ما بيستقرش نفس البشرية دي بتموج بأشياء كثيرة النهاردة غالب حياته كويس بيجي له كده فترات يحصل انحراف شوي دي طبيعة النفس البشرية إحنا أغيار نتغير وتتبدل الأحوال نسأل الله السبات على الطاعة لو الإنسان حصلوا كده إعوجاج أو انحراف أو رجعونا لسه أيلة اللي بيبقى متزوج للمرة التانية وفيه زوجة سابقة وفيه أولاد كتير ما بنشوف إنه بيرجع لها إما بيرجع لها لحنين لعاطفة أو بيرجع لها عشان الأولاد أو بيرجع للأمرين ولازم أكون صدقة مع نفسي ووثقة مع نفسي يعني وثقة من نفسي بمعنى إنه حتى لو رجع لها عشان خاطر الأولاد أنا كمان أعدي الأمور لأنه زي ما هو صاحب ظرف أنا صاحبة ظرف فمش عايزا يبقى دي هي الطريقة ستة عبير في التعامل نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق للجميع الأخت الفاضلة بتسأل عن الوسوسة اللي بتأتي فيه العقل الأستاذة إيمان دون التلفز بيه بناستعز بالله من الشيطان الرجيم وقطع على نفسي مداومة التفكير عشان بعد كده ما ينطلقش من هواجس نفسية أو خطرات بتجري أو وساوس وساوس بتأتي إما من النفس البشرية أو من وساوس الشيطانية فتجري على قلب العبد وبعد كده الإنسان بقى يستمر أعملية التفكير فيجد نفسه بيه تلفز فيهن يعمل إيه نستعز بالله من الشيطان الرجيم وقطع على نفسي على طول الأمر ده يا مادم ليلة أستاذة ليلة شكرا يا حبات أهلا وسهلا أهلا بحضرتك فضال يا فضال هو حضرتك كنت حضرتك بتقولي إيه يعني إن الواحد بيسيب حقه لك ربنا بعد كده هيحزبه أنا مسامحا وهو أتوفر أنا ما قلتش يسيب حقه يا ستة ليلة أنا قلت إذا حاول معاه ياخد حقه عن طريق الود والتسامح وإن إحنا كده تنزلت شوية هو تنزل شوية يعني تواصلنا إلى طريق عن طريق المفاوضات لحل فده جميل معرف ناش ننفع الأمر للقضاء لا لا أنا سمحته يعني وما كيش حاجة وكنت عايشة معه ده كان مين ده يا ستة ليلة ده جوزي آه وبعدين توفى الله فأنا زعلان عليه أن ربنا هيحزبه لكن أنا مسامحا نسأل الله له المغفرة حضرتك مسامحا في الحقوق التي لك أيو مسامحا وبعد دعيل وكل ليلة ما إحنا قلنا إحنا لا إن شاء الله ما تزعليش ولا حاجة ونرجو من الله أن يغفر له وأن يرحمه ونسأل وندعو له بالرحمة والمغفرة وحضرتك أمتي بنفس يعني كلها تسامح وكلها طيبة بإنك يعني تجاوستي عما صنع ذلك الزوج وإحنا قلنا قبل كده إن حقوق الأدميين يعني لما يكون لإنسان في رقبة إنسان آخر حق من الحقوق يرجع له الحق ده أو يستسمحه فيه طيب لو كان حق مش مادي كان حق أدبي يستسمحه لو أنا غلطت في إنسان لو أنا وقعت في غيبة حد فحتى لو أنا مش عايزة أذكرها عشان ما يبقاش في النفوس يعني شيء فنقول له إيه سامحنا لو أثرنا في حقك وقلت ناخده ده تقليد وأدب طيب فيما بيننا مش معناه إن إحنا روح نغلط وكل شوء نقابل بعد نقول له سامحني لو أثرت والتاني يقول له كده لا المعنى إن إحنا لو الإنسان حدث بينه شيء وتاب إلى ربه وأراد إن يتم عملية التوبة إنه إن إحنا نتسامح يعني اللي هي المسامحة العامة بدون الدخول في تفاصيل إيه اللي جرى وإيه اللي حصل وكده فطالما حضرتك سامحتيه فإن شاء الله بإذن الله نرجو أن يعني إن شاء الله مسامحة حضرتك دي ودوام الدعاء له إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا التقصير في حق حضرتك وبالذات لإن حضرتك سامحتيه في ذلك الحق وغفر الله لك زي ما حضرتك يعني سامحتيه وعفوتيه عن هذا الزوج فيه تقصيري فيه حق حضرتك أخت فاضلة بتسأل عن السؤال مش واضح أيوة بتقول إنها ندرة ندر ولسه ما عملتهوش وندرة ندر تاني ولسه ما عملتهوش ما الحك ممكن أعملهم دلوقتي ولا إنها ندرة ندر بنصف خروف والمحتاجين والثاني خروف كامل طالما حضرتك عندك قدر على الوفاء بما نذرتي فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه وكده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه الإنسان عليه طالما أوجب على نفسه القيام بعبادة بأداء عبادة معينة واجب عليه أن يوفي بهذا النذر حضرتك قلت أول ندر نصف خروف طالما نقادر فأنا أتصدق بنصف الخروف والنذر الثاني خروف كامل فيكون نذر الثاني هو الوفاء بالخروف الكامل ده يا أختنا الفاضلة يا صاحبة السؤال إحنا كده خلاص أقل من دقيقة حبيك بس أنوى على حضركم إن شاء الله ربنا يعيننا بكرا نجاوب أكبر قدر من الأسئلة في أسئلة كثيرة جدا وأصحاب الأمراض المزمنة مع الوضوء مع أنه إحنا قلناها كذا مرة ستنزل على الصفحة ونرجع نقولها تاني برضو فكرة هل لمس الكلب بينقض معه أو بينقض معه الوضوء ده حنتكلم فيه إن شاء الله وأراء الفقهاء والمذاب في هذه المسألة غدا بإذن الله وفي الختام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقي كلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته موسيقى 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 موسيقى